اتفقنا ان احنا عندنا اصلا بنتكلم على ايه? على اوتوميون ديزيززز واتفقنا ان الناس اللي عندهم اوتوميون ديزيززز دول بيبقى عندهم ابنورماتي فكنك تلتشو تمام? وكمان بقى بسبب نتيجة الابنورماتيز دي بتطلع اوتوانتبارس ضد الايه ضد الخلايا الابنورمال دي فبتهاجمها وبالتالي بيتعمل لي سيستيمك انفلاميش تمام? تمام. وخدنا اشهر ديزيز اللي بيبقى اشهر ديزيز اوتوميونه اللي هو اللوبس اسرماتوزز واتفقنا ان اللوبس ده سبكترم كبير بيتراوح ما بين حاجة بناين خالص لحاجة سبير فيتال ايه? اه فيتال اه سيستيمك ديزيز تمام? تمام. اتفقنا ان الاسباب بتاعت بتاعت الاوتوميون ديزيز دي مش عارفينها وبالتالي احنا هنقلف اسباب فممكن تبقى مشكلة جيناتك ممكن تبقى مشكلة اميرولوجيكال الممكن تبقى مشكلة انفيرومنتل. واتفقنا ان انفيرومنتل دي هي المهمة لان هما بيشتغلوا عليها في حتة العلاج. تمام? فعندنا مسلا ايه من الناس دي لما تتعرض للايه للسان بيجي لهم الاتاك او مسلا لما ياخدوا ادوية معينة ماشي او لما مسلا ايه يتعرضوا للفيرل ايه لتجي لهم او حاجة لما يجي لهم او حاجة يدخلهم في ايه في اتاك من الايه من اللوبس اسرماتوزز دي. تمام? تمام. خدنا اول شكل اللوبس اسرماتوزز وعرفنا ان ده ديز كرونيك ماشي. ودزيز ده بيجي للفيميل اكتر من الميلز. بنسبة حوالي كام اتنين لواحد. تمام? وعرفنا ان دزيز ده بيجي عن سنة كام اربعين لستين سنة. والكنيكال بتاعتها زي ما باين في الصورة كده ان احنا عندنا الرسمة اه بلايك او ايه او اه او بيول. المرجن بتاعها منبرك كده بيبقى والسنتر بيبقى ايه تمام? وان الحاجات الاس بيبقى ايه بتهيل باي سكورنج والاي بتبقى بتهيل ايه اتروفي والبي بتاع ده ماشي والتي ترانجكتيزيا والايه الاخيرة اللي هو بيحصل ايه? بيحصل ادهران سكيلز تمام? تمام. وقلنا ان الليجن دي هتلاقها فين في الاماكن المعرضة للشمس زي اي بقى الفيس الديير الفيشيب بتقري بتاع جميع متاعت الشيست تمام? وقلنا ان الليجن دي لما تبقى موجودة في بتعمل لك ايه بسبب ان حصل فايبروزز فبالتالي الحتة دي مش هطلع فيها شعر خالص تمام? وانتفقنا ان ايه ان دي سكورنج دي اصلا مرض مش هيعمل وقال لك ان بس وجدوا ان هما بيعمل بنسبة خمسة في المية من العينين تمام? ادي فرانشة بتاعها زي الايه زي وزي الايه زي البليكس رايسيز وزي الليجنج في الجارز تمام? والنفسكورنج ان انت هتعملها اول حاجة لازم اخد بيوبسي عشان ان ما فيش اي تمام? بعد كده بعمل وهنا لما عملت اللي هو اشهر تحليل بعمله في لقيته تمام? فالديزيز ده ما تخافش منه خلص تمام? تمام? بعد كده دخلنا في بتاعها وان في حاجات وحاجات وان الحاجات اللوكل دي اول حاجة انت رايز انت افويد خالص تمام? ودي حاجة مهمة جدا عن فكرة لازم لازم تعملها لان انت مهما كنت بتاخد ادوية او كده ولسه بتتعرض الشمس هيجيلك الاتاك تاني تمام? تمام? بعد كده تاخد كورتيكسترويدز لان ايه مش عارفين السبب فحنا نريد دي كورتيزون تمام? بعد كده ممكن تعمل تدي برضو توبيكال كالسينيورين تمام? وانا كالسينيورين ده ده بروتين بيساعد في الفنكشن بتاعتي التي سيل فمجرد لما انا عملت له انهبشن خلص التي سيل هتقعد في حالها بقى وبالتالي هتبطل شوية طروع الانتي بارز اللي هي بتطلعها دي تمام? وفي عندنا توبيكال امي كيو مود تمام? ده اميورو موديليتور يعني ده بيغير شوية في اميورو سبونسف تاعت الجسم النفسها. وفي حاجات سيستيميك زي الانتي ملاري هادروكسي كلوروكوين والميون سابريسف دراك زي الاذا سايوبرين تمام? وانت فعنا الاذا سايوبرين ده ده موزي فانت رخليه بقى في الريزيستانت كيزيز. ممكن احنا خلصنا ديسكويد. نخش فيه في الصاب اكيوت كوتينيس لوبا ايريس روماتوز. وانا الصاب اكيوت ده مرض كده في النص. ما بين الاي ما بين الديسكويد. الطيبة خالص. وما بين السيستيميك لوبيس الشريرة جدنل. تمام? فهو ده مرض في النص بيعمل كوتينيس لجن وبيعمل مايلد 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 سيستيميك افكشن. ورير ان هو يعمل ايه? يعمل ترى رينال ايه رينال افكش. تمام? ايه شكل لجن زي ما احنا شايفين كده? قلنا اللجن بتبقى شارب اليومارجيناتد وسكيلي. ماشي ممكن تبقى آآ سورايزي فورم او ممكن تبقى بتبقى بتبقى الاماكن اللي موجودة فيها غالبا ايه? 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 في يعني. وبتهيل يعني الحتة دي هيحصل فيها ان هي هتبقى فتحة شوية عن بقية الجلد نفسه. تمام? مش هتهيل بايه? تمام? تمام. لان ان انت تعملها اول حاجة تعملها هتلاقيه تعمل 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 زي 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 نخش على بعض اللي هو الايه? ده ده وده اكتر نوع سبير فيهم يعني. ماشي بيصيب الفميل عند سنة تلاتين سنة ونسبة الفميل للميل ريشيو نسبتها حواري كم تمانية لواحد. تمام? ايه كنية الفيتشورز بقى دلوقتي احنا انتفقنا ان ده مرض سيستيمك فهو لازم اول حاجة انا عندي في كل حتة في جسمي. فهجيلي سيمتوم اللي هي الفيفر والهيدك والوصف ويت والانوريكسيا والماليز والجوينت بين وكده. تمام? بعد كده في عندنا كدكتور جلدية يعني. في حاجات سبسيفة وحاجات نانو سبسيفك. ايه الحاجات الاسبسيفك عندنا? المالرز الرسيمة اللي احنا شايفنا هنا. وانا المالرز الرسيمة دي بتحصل بتبقى عبارة عندي. بتبقى عبارة عن الحمرار كده موجود في الشيك والنوز تمام? بيبقى عنده برضو. ممكن تلاقي عندهم ممكن تلاقي عندهم او فوتو تمام? وفي حاجات نانو سبسيفك زي البري ايه بري انج والترانج اكتيزيا والهير لوس والري نوت في نومينا والليج ألسرز. تمام? تمام? بقى احنا اتفقنا اهم حاج اهم في السيستيميك اللي هي الايه? انفريتس. انفريتس. تمام? تمام? انفرانج الدياجنوز بقى ان المالرز الرسيمة دي ممكن تلغبطني ما بين ايه? ما بين السامبر ممكن يكون ان الشخص ده تحرق مسلا مش نمس او حاجة او فيه ديزيز اسمه ايه روزيكا. واتفقنا ان كل حاجة بتبقى. تمام? تمام. نكمل بقى الانفريتس انتفقنا عندنا فيه عندنا ستة انفريتس اول حاجة تعملها تاخد عشان دي مش مالجننت ولا حاجة. لاني حاجة بعمل وقلنا في بلاقي ماشي? والاي جي ايه. والكمبل منت تلاتة. ماشي مترصبين في صورة ايه باند كده موجود فيه في في المنطقة الافكتد وكمان برضو في المنطقة انه انا افكتد. تمام? ده غير برضو ان انا بعمل سيروليجي بدور بقى على هتلاقي ايه? هتلاقي ضد كل حاجة. هتلاقي ايه انتي دي ان ايه انتي باري. هتلاقي برضو انتيكواجلن. تمام? ماشي. تسحب برضو عين الدم. تسحب عين الدم هتلاقي عنده ايه? هتلاقي عندها انيميا وليكوبينيا وسروموسايتوبينيا. ولو انت فكرت ان انت تعملها تحليل السفلس هتلاقيه فولس بوزيتف. يعني ماشي? واتفقنا ان كلمة فولس بوزيتف دي معناها ايه? معناها ان انا عملت التحليل تلعب بوزيتف. بس هو ما عندوش سيفلس. فهو ده بيعمل ايه? هو موجود. وانا في عندي انتي باريز. تمام? انتي باريز بتكسر بتاعتي. نايشي? بتكسر الويت بلات سيلز. فبتطلع لي يعني نيوكلر متيريال كده بتكسرها. تمام? تمام. التورما اللوباس ده موجود. ماشي بيجيب بيخلي بوليمورف نيوكلر ليوكوسايت. بوليمورف نيوكلر ليوكوسايت تيجي تاكل الايه? الاجزاء المتقطعة دي. تمام? واما تاكلها احنا بقى نصبوغها بسبغة بيزوفيرك. فبالتالي بقى ايه? تظهر للسيلز اللي احنا شايفينها دي. اللي هو بيسموها. فبالتالي التست دا كله بيسموها آآ لوباس إرسوماتوت سيل ايه سيلتس. وده بوزط في تمانين في الماء من الايه من الكيزيز. وما ننساش بقى في الاخر ان احنا لازم نعمل يوراناناليس لان احنا انتفقنا لموست ايه موست اللي هو الايه الكيدني. هو ممكن نلاقي بروتينوريا ممكن نلاقي هيماتوريا. بروتينوريا يعني بروتين بينزل في اليورين. وهيماتوريا معناها ايه? آآ دم بينزل في اليورين. وكسس دي بتبقى عبارة عن ايه? آآ سيلز كده. سيلز متلزق مع بعضه ببروتين كده بينزل في ايه? بينزل في اليورين. تمام? تمام. وانتفقنا ان التريت من احنا اول حاجة اصلا ان المرض ده ما بيتعليقش. احنا بس بنحاول نخفف الاتاك شوية. نقلل من حدة السيمتوكز شوية. فبالتالي ممكن ايه? اول حاجة تقفوية تدي الانتي مالالي دراكز زي الهايدروكس فلوروكوين. ممكن تدي ميلو سوبريسف دراكز زي مين? زي الاستيرويد والازا سايبرين. وإلى هنا انتهت محضرتنا يا شباب. يعني يا رب بكون افدتوكوا باي حاجة وسهلت عليكوا اي حاجة. ان شاء الله كده يا ربنا يوفقكو يا رب. وربنا يعينكو في اللي جاي ويسهل عليكو وعليه. وربنا يوفق الجميع. يا الله بوي بوي.